في إطار الاهتمام الذي يليه صاحب السمو الملكين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع كافة أبناء البحرين استقبل سمو وحفظه الله في مجلسه الإسبوعي بقصر الرفاع مساء اليوم أفراد العائلة الملكة الكريمة والوزراء وعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديات وعاددا من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعاددا من أفراد المجتمع وقد رحب سمو حفظه الله بكافة روادي مجلسه الإسبوعي والذي يجسد صورا من التواصل الذي يحرص عليه المجتمع تكريسا لسنة الأباء والأجداد ونهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وترجمة للروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة وقد أثنى الحضور على حرص سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من صرح جامع لكافة أبناء المجتمع في صورة تعكس هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة والخير منوهين بجهود القيادة الحكيمة في تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة